الارقيش وجمالها من فينا ما بيحبهاش النهاردة هنعملها بمقادير بسيطة واسهل طريق التشكيل حتى لأول مرة تعمليها هتنجح معاكي ان شاء الله من أول مرة الدقيه هشة وفي نفس الوقت نعمة وبالدوب وفيها سنة قرمشة جميلة يلا بقى نشوف هنعملها زي بطريقة سهلة بس ياريتنا سالها الرسول في الأول عندي كيلو من الدقيق متعدد الأغراض هبدأ أنخله كده على دفعات لحد ما خلصت الكمية كلها مهم جدا تنخلي قديق كمان بندخل الهوى فيها عشان تكون الارقيش هشة مش مكتومة بفضل جدا أجيب السم سم ناي وديله تحميصة كده لحد ما ياخد لون الدهبي بيفرق فطعم وريحة الارقيش قوي هو طازة عيرت ثلاث معالق منه كبار وضفتهم بعد ما حمصتهم معلقة كبيرة من الشمر وزيها ينسون برضو سخنطهم على خفيف في الطاصة وجراشتهم بحب يكونوا بينين في الارقيش ممكن تخليهم بودر وعلى فكرة ممكن تستغني عنهم والبديل معلقة صغيرة ممسوحة من الفاناليا هتدي كريحة طحفة معلقتين كبار مليانين من الحليب البودرة وده اختياري معلقة صغيرة مليانة من البكينج بودر ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح وثلاث معالق كبار مليانين من السكر البودرة ضفت منهم معلقتين علاق الدقيق والمعالقة الثالثة ضفتها في الكباية عشان أنشط الخميرة هضيف على السكر معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة وكوباية الماء لدفية ونقلب ونسابها تتفاعل 10 دقيقة وده الاختبار اللي احنا متعودين عليه في كل حلقة مغبوزيت هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده والمواد الجفة المادة الدهونية هنا فيها كلام لو بتحبي الارئيش مش نعمة قوي هتعيري كوباية من السمناء المزابة وكوباية من الزيت بمج الشاي العادي وادفيهم على النار واضفهم انا الحقيقة بحبها نعمة فبضيف كوبايتين كاملين من السمناء المزابة وكوباية التالتة نص كوباية من الزيت الزيت هنا مطلوب بيخلي الارئيش هشة وكمان خفيفة كده ومقرمشة وبتاخد لون حلو أثناء التسوية على حسب النعومة اللي تحبوها بس انا عاوزاكوا تجربوا المقدار ده مش هتندموا تحفا الارئيش قدقين نعمة وبتكون دايبة معاكي وفي نفس الوقت مقرمشة ما تبخليش ابدا بقى من وقتك انك تبسي العجينة بعد ما بنضيف المادة الدهونية ما بن اديك كده ابداقي نعميها وشرابي الديق منها كويس قوي لان الخطوة دي بتفرق في نعومة الارئيش يعني عشر دقيق كده خليك الكريمة ربع ساعة وطولي عشان بعد اضافة الخميرة مش بنائجا خالص يا جماعة شايفين ما شاء الله تفعلت ما كانتش الخميرة تتفاعل بالمنظر ده ما اقتنعش بيها هضفها بقى اكتروف ايدي ايدي ألم تلمي انا عاوزاكي ما تعجنيش يضوبك تشرابي العجينة من الخميرة وتعالي اقولك ازاي تعرفي اذا كانت العجينة محتاجة معاكي مياه دافية تاني ولا لا على حسب احتياج الملمس بتاعها وكمان معدية حسيت ان هي خشنة شوية وبتقطع معاكي نزلت بنص كبية تاني يعني مقدار الدقيق ده اخد معايا كبية ونص من المياه الدافية وكانت عشرة على عشرة كوري كده وده الاختبار ما شاءتش معاكي لما تضغطي عليها شايفين ملمسها كده ممتازة هغطيها واسبها ترتاح عشر دقائق وغطيها بفوتة مبخ نظيفة هو المجاهز السجاد دلوقتي بقى نشكلها معباضة طريقة سهلة جدا شايفين بقى الملمس بتاع العجينة خطيرة ريحناها شوية ولمنها كده بقدينا ونطلع جزء منها ونعمل رول على رخامة المبخودي اسهل طريقة للتشكيل حتى لو مبتدئة واول مرة تعمليها عمرها ما تتعبك ابدا بططي كده بيدك مش محتاجنا الشابة ولا اي حاجة مش عاوز اي حاجة تكون صعبة هاتي قطعت البيت زي لو متوفر او اي سكينة وساوي التروف عشان يكون شكلها حلو حابة طوليها عن كده زي ما انت عاوز انا بحب الحقيقة العرض المتوسط كمان الطول المتوسط تيه حاجة بقى براحتكو خالص هنقطع كده بالسكينة او قطعت العجين ونجهز الصجات ونكون دهنينها بالزيد على خفيف خالص ونرس كده القرائش ونسيب مسافة من كل واحدة والتانية عشان لسه هتخمر وحجمية ضاعف للمرة التانية طبعا بتولع الفرن من قابليها بربع ساعة درجة حرارة 200 لازم فرنك يكون سخن نساوي كده بادينا عشان الفكرة تثبت في دماغكو ونقطع ونرس بعد ما نخلص خالص بتسيبي الصجات بتاعتك بعد ما تغطيها بفوتة مطبخ نظيفة تخمر للمرة التانية نص ساعة شايفين فرق اللون بعد ما خمرت افتحت معايا وعليت بعد كده بتهدي النار بتاعت البتجاز على درجة حرارة 170 نار هادية يعني واضيفي بقى الصجات على الشبكة في الرف الأوسط تبدأي تابعيها من بعد تلت ساعة تاخد اللون الداهبي من النهاية ومن الوقت تطلعيها تبرد وتقدميها بقى الفعنة لو بتحبيها محمرة شوية تفتحي عليها الشوية دقيقة ولا حيك على فكرة أنا بحب عجنها قوي بالمية لأنها بتكون أنا عمين الحليب نسيت اقول لكم الموضوع ده لو حبت عجنها بالحليب زي ما انتي عاوزة أحلى كوبات شاي بلبن شايفين بقى القطمة بتاعتها هشة مش مكتوبة أبداً ونعمة ودايبة وفي نفس الوقت ما أرمشها طحفة إلا هيجرب المقدار ده هيعتمده من جماله من أحلى المقدير اللي جربتها الحقيقة للأرقش خطيرة أحلى كوبات شاي بلبن بقى كده على الفطار أو العشا إن شاء الله منتظر رأيكم فيها باي باي